أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كاربي أن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابل لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري يوم السبت الماضي بغارة أمريكية وقال بايدن في خطاب للشعب الأمريكي أن الظواهري كان زعيما للقاعدة ومساعد أسامة بن لادن وهو متورط في التقطيط لهجمات 11 سبتمبر وقتل قرابة 3000 شخص وخطط للكثير من الهجمات على الأمريكيين والمصالح الأمريكية اشتركوا في القناة